فيه أنماط يا جماعة من العمل ومن أبرزها الأعمال المتعلقة بالتكنولوجيا يعني هضرب لك مثل بسيط تعرف أكبر وأشهر جامعة أو معهد للتكنولوجيا في العالم هو معهد ماساشوستس في الولايات المتحدة الأمريكية للتكنولوجيا اللي هو MIT أنا مش عارف أنتوا عارفين هو اللي بتخرج من MIT بيشتغل بكام ولا لأ يعني ده مثلا يعني أو EPFL في سويسر على سبيل المثال يعني فيه ثلاث أماكن كبر جدا فيه اتنين في سويسرا واحد دولات المتحدة أمريكية زي MIT دي المعهد الكبرى للتكنولوجيا اللي بيتخرج منه بيشتغل فعلا بمبالغ مخيفة من أول ما بيبدأ بس الـ entry level بتاعه طيب بلاش انت عارف الناس اللي بتشتغل في الروبوتكس بتشتغل بكام؟ طيب بلاش انت عارف الناس اللي بتشتغل في مجالات ابتكارات التولز بتاعة الزكاء الاصطناعي بتشتغل بكام؟ لأ هو أنا لو قلتلك مرتب السيئة أو بتاع شركات للمشروبات في العالم كم في السنة هتتخض؟ وانا هنا بكلمك على راجلك ممكن كان يكون بدأ حياته ماركتير أو بدأ حياته مهندس انتاج أو أيا كان المهم انه هو زكي شاطر إلخ إلخ لحد ما بقى السيئة أو بقى هو المدير التنفيذي لشركة كذا كذا بتاعة المشروبات أو كذا كذا اللي بتعمل بطاطس محمرة أو مش يعني أظن مفهوم أنا بقول إيه؟ طيب دي أرقام بتصل لملايين الدولارات سنوية أعيد كمان مرة طيب أرقام بتصل لملايين الدولارات سنوية لما بتوصل لمنصب السيئة أو ده فما بالك لو انت في وقت من الأوقات أصبحت مش هقولك حتى لا هو لو انت مش المدير التنفيذي كمان هو لو انت لو مجموعة من البوردوف دايركترز اللي موجودين رؤساء القطاعات اللي موجودين دول في شركة مثلا من شركات الروباتيكس أو شركة من الشركات الكبيرة زي الشركة اللي عاملة شات جي بي تي أو إلى آخره أو في جوجل انت عارف في الحالة دي المرتب بيوصل لإيه اللي أنا عايز أقوله لك أنه فيه أنماط من التعليم تؤدي إلى الوصول لوظائف معينة بتخليك تحصل على مبالغ ضخمة جدا وفي وقت من الأوقات لما انت بتنجح باجتهادك والأولا فضل ربنا عليك فانت بتلاقي نفسك بتترقى وبتلاقي نفسك فعلا بتكون ثروات وانت موظف انت لسه مش بيزنس مان ولا حاجة انت شغال في الشركة بس الشركة كبيرة بتكبر وانت بتترقى فيها فبتحصل على مبالغ شديدة ضخمة يكاد عقل البعض اللي هيستوعبها سيبك بقى من التفة والسفهاء اللي جي يقولك ايه عم الأرقام اللي انتو بتقولوها لا استحالة معقولة في حد يشتغل يعني هو فيه يعني هو انت يعني مش عارف اقولك ايه بس اه يعني فيه ارقام بتوصل للخمسين والستين والسبعين والمية والمية والعشرين والمئتين الف دولار في الشهر بره عادي عادي ده مش مرتب خريج تاني عشان يبقى واضح معك ده مش مرتب خريج لكنه بالتأكيد مرتب مدير محترم وبالتأكيد أقل كثيرا من مرتب مدير تنفيذي لشركة كبيرة مدير تنفيذي لشركة كبيرة ده بياخد عشرة خمستاشر عشرين مليون دولار في السنة ده معناه ايه ده معناه انه بياخد مليون مليون ونص في الشهر فتخيل انه تحتي تراتوبية من المديرين طبيعي جدا ان فيهم اللي بياخد سبعمية واللي بياخد خمسمية واللي بياخد متين واللي بياخد مية واللي بياخد سبعين واللي بياخد ستين واللي بياخد خمسين واللي بيبدأ في الاول خالص لو احنا بنتكلم في شركة كبيرة فممكن تكون شركة جديدة تشتغل في مجال تكنولوجيا زي كده وتكنولوجيا فائقة فهتلاقيه بيشتغل تقريبا في حدود أول ما بيتخرج حدود ستة وسبعة وهو بيكبر وبيطلع السلم فبيبدأ يحقق قفزات إذا كان مجتهد وشطور مثلا فالناس اللي بتقولك إنه الأرقام لي مش موجودة لا هو عارف إنه الأرقام موجودة بسهو عاوز يهبطك يبططك ويقللك جدا من حجم هذا المركز المركز ده في حين اكتمال كافة وظائفه ينقلنا نقلة تانية خالص هنا هاقتبس الحقيقة من كلام مع علي الوزيرين الصحة والإطلاقات متنولوجيا المعلومات أما قاله للرئيس كده يا فندم مع اكتمال المنظومة دي إحنا كده نبقى عملنا اللي بتعمل مش في الدول الأكثر تقدما مننا إحنا هنبقى عملنا اللي بتعمل في الدول المتقدمة جدا مسألة الربط الكامل لكل معمولة معلومة وتفصيلة فالناس اللي هتخش على هذه الشبكة المعلوماتية هذا الربط المعلوماتي خلاص أنا عارف عنك كل حاجة لو أنت جاي تتعالج لقدر الله فلان الفلاني مثلا اقترف خطأ ما جرم ما فأنا خلاص عارف عنه كل حاجة ده على سبيل المثال فلان الفلاني داخل يتوظف أنا عارف فلان الفلاني بيتعلم أنا عارف فلان الفلاني مقدم على منحة أنا عارف وهكذا يعني ممكن يبقى خيالي لا يسمح حتى بأنه أتوسع في العرض أكتر من كده لكن على كل أنا بكلمك على مركز يعمل نقلة تكنولوجية مزهلة لمصر هذه التكلفة الرهيبة اللي وصفها الرئيس بأنها تكلفة ضخمة جدا مليارات الدولارات دي بتؤدي فيما بعد ذلك إلى العديد من المكتسبات منها ما هو مكتسب مباشر جدا اللي ممكن تسمي الفلوس اللي بتجيلك من عقود التعهيد زي ما قالت دكتور ريم وفيه مكسب تاني قد يبدو لي غير مباشر أنا أراه مباشر جدا أنه بينقلي مصر في حتة تانية خالص على كل المستويات ترجمة نانسي قنقر